و..اللاعب أريقد كيف؟ نحن في هذا البرنامج أتذكر و..حلقة عن اللجنة الأولمبية جاهي منها الذي كان ضيفها صاحفي حسين علي حسين لم أحدثني عن هذه الحلقة نبيل عندما فتحت الموضوع لماذا قلت الزميل حسين علي حسين ينسحب من البرنامج؟ أنا لم أقلته ينسحب لا شوف علاوي أنت اليوم نحن شباب يعني صعبة من توصل إلى مرحلة تقدر الناس والمقابيلك ما يقدرك يعني إذا أنا ما أتعلم من أستاذ حسين وما أتعلم من أستاذ ضياء وما أتعلم من غيرهم مين أتعلم؟ إذا هي الموضوع أنه أنا مع جل احترام إليك أقلل من شأنك أو حتى الناس تسيئ لك فهذا مو احترام أنا الموضوع يعني والله العظيم على اللاوي اختصار نبيل كانوا ضيوفي على اتحاد الريشة قبل ما تخلص الحلقة ضيوفي رياض وميثم تحيات قبل ما تخلص الحلقة جتني رسالة من عضو الاتحاد بالريشة قال أكو بطولة وهذه صرفها والكابتر راعد حمودي داعم رئيس الاتحاد الريشة رياض هذه الولدش قال إيش قدم راعد حمودي ما أعرفش أنه هذي ثاري يوم الدنيا نقلبت ديجنة أولمبية كلها خابرت يابا هيتش وهيتش رياض يابا قلت له ما نشعله حقهم يطالبون بحق الرد أنت عندك حق الرد تحب تطلع خابرني أستاذ حسين نبيل هيتشو قلت له تطلع قال أنا ما أطلع قلت له ليش قال ما تطلوني فلوس قلت له ما نمطي قال ما تطلوني فلوس قلت له ما نمطي أنت تريد حق الرد أنت مقامك كبير عندي الخمسين والمئة والمئة والمئتين وخمسين أنت وبعض الأشخاص قليلة بجنابكم المحترم بس هاي إمكانيات قنات فما أنطي ورا شوية خابرني أستاذ جحفر الهلوشي قال نبيل هيتش رياض حاشي قلت له أستاذ أنت مقام عمي تعال أطلع ورد حتى علي يرد هذا نفس الكلام حشيته يا أستاذ حسين قل لي لا أستاذ حسين رح يطلع رد خابرني أستاذ حسين قال زين يعني حتى فلوس البانزين ماكو ايه حتى أكون واضح وياك ايه وحق هذا المي حق هذا شهر رمضان قلت له أستاذ مقامك أكبر من هاي الأمور بس هاي إمكانية قناة والله وبالفعل هو يريد يضمن يعني يقول لك أنا ما أريد أكون رخيصة أطلع بالقناة أنا أريد تطيني أجوري وأطلع بس أنا كقناة أنا كقناة هاي إمكانيتها خوش زين يصير ينسح بتقول له يلا أطلع لا لا خلا فهمك اجي طلع رعد من باب من باب المهنية في برنامج سابق ردعف على المقدم قال له إنت مو مهني لأن ما طلعت المادة صح أنا سوت عردت المواد العدي بالبداية وما أخذت هواي احتراماً إلي ورحبت بي وقت له من باب المهنية رح أروح أشوف المقطع للعلم هو الظهر مرت يندز لي المقطع قال عرضة عرضة أنا ما يحتاج التدقل لي عرضة أنا غصباً عليها أعرضة لأن هذا المقطع أثر اختصار نبي عردت المقطع كمل المقطع فهو همياً أتحدث فقلت له من باب حق الرد ممكن أخواناً تحضروننا الاتصال برياضة هذه وما يثم الحسنين وصل هنا سعد قال أطلع 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 أولاً هاي إهانة حتشوك بصراحة هاي باشر من يعوفك ويطلع الناس تقول مثل ما آف فلان آف فلان والناس تبدي تغلط وتسيء أولاً أنت طلبة حق الرد مو آني ثانياً أنت جاي آني مقام عم وإستاذ وإنسان محترم محترمتك وإجيت وإذا تطلب حق الرد مال تطلع بهاي الطريقة تفضل أطلع وإذا وبعد لو ينعاد أقول لك تفضل أطلع زيني اسمح لي أنا أقشك أي أخذنا هواي بهذا الموضوع أنت جايبة حق الرد أي ليش تجي تضيف النوب واتصال مرة أخرى للأخوان اللي أخذوا مساحتهم بحلقة كاملة أنا معمول بالمعلومات اللي هم تحدثوا بيها أستاذ علي شوان؟ المعلومات كابتر حبيبي المعلومات اللي هم تحدثوا بيها هم يعرفوها أكثر أنت تعرف اليوم خبرة رياض وخبرة ميثم الحسني ما ممكن أنا أجي أقول لك أي والله أنا أعرف قبلهم وأعرفوا تشانيس نزعجت من غادر؟ ها؟ أبداً حسيت انتصارت والله طبعاً ما واجه مو غلية ما واجههم كلهم طيب تحدثنا عن